إنه بحيات عرضك لشو قربوا ولا شو بأخروا لشو بيلعبوا فيها للساعة إنه شو فيه ورانا نحن ليش شو مؤثر علينا الوقت نحن ما في شي بيبين معنا نحن لا الليل ولا النهار إنه شو بمدينة طورينو نحن تتجهل رئاسة مجلس الوزراء منذ سنوات أن لبنان بلد صغير لا علاقة له بالدول الصناعية لا من بعيد ولا من قريب وحتى أنه بالأساس لا يملك الطاقة ليوفيرها ولكنها تدعب على إصدار مذكرة سنوية تقضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في آخر أحد من شهر أذار عملا بالتوقيت الصيفي وهو تقليد غربي اقترحه العالم الأمريكي بونجامان فرانكلين عام 1784 أساسا كمشروع اقتصادي للدول الصناعية يهدف إلى استغلال النهار في العمل ومن ثم توفير الطاقة المستخدمة في المصانع والمنازل نسبة كبيرة من اللبنانيين التي تجهل سبب تغيير الوقت في لبنان تستاء من هذا التقليد السنوي الذي لا يقدم ولا يؤخر وفق رأي البعض لأن التوقيت الجديد يغير نمط حياتهم ويجبرهم على الاستيقاظ باكرا وبالتالي خسارة ساعة من الوقت المخصص للنوم عملية عملية تغيير بالجاو تغيير بالروتين تغيير بالرتابة التي كانت مرتاح فيها لفترة زمنية امتدت على بضعة أشهر وتغيير على مستوى الساعة البيولوجية للجسم التي اعتادت على نمط معينة والتي ستنتقي لنمط آخر وليت الحكومة اللبنانية تبحث عن تقليد غربي آخر غير تغيير الوقت لتقتضي به وتجبر اللبنانيين على اتباعه كأجبارهم مثلا على فرز النفايات من المصدر او استغلال تلك التي تكدست طيلة اشهر في الطرقات دون ان تجد حل انبيئيا لها في انتاج الطاقة بدل توفيرها كل سنة بتأدمس ساعة ساعة وبتأخرون عشر سنين لورا بنفس الورد ما انتوا تبعوا على السنينة مش بس على الساعات